قصة التسامح انقضى على سفر الجد ثلاثة أسابيع وما إن سمع الأحفاد طرق الباب حتى جروا ليفتحوه وأخذوا يحتضنون جدهم ويقبلونه قال الجد لاحظت يا عمر أنك لا تتحدث مع مريم فما السبب؟ قال عمر كنت أريد مشاهدة كرة القدم ولكن مريم غيرت القناة قالت مريم كنت أشاهد برنامجا شائقا من قبله فتشاقرنا وجاءت أمي وأغلقت التلفزيون وقالت أمي أنها ستتحدث معنا بعد أن نهدأ سألهم الجد وما الذي حدث بعد ذلك؟ فقال زياد رفض عمر ومريم الاستماع إلى بعضهما فتخاصم وردت فريدة نعم وقد نهان الرسول عن التخاصم ورددت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام اعتذر عمر ومريم لبعضهما عما بذر منهما وبدأ الجد يحكي لأحفاده ما حدث في رحلته وانضمت والدة عمر ومريم إليهما بعد أن أبدت سعادتها لحل المشكلة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة